التوحيد والإيمان بالله ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا باستقراء آيات القرآن الكريم من باب التوضيح أولا توحيد الربوبية يعني أن تؤمن بأن الله والرب وحده جل وعلا هو الذي ربانا بنعمه خلقنا رزقنا أعطانا وهذا يقربه المشركون كما عرفنا ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله هذا توحيد الربوبية توحيد نوع الثاني الأسماء والصفات يعني أن تؤمن بأن الله له الأسماء الحسنى وحده والصفات العليا وحده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله له الكمال المطلق الله تعالى له الأسماء الحسنى أما المخلوق له من الصفات ما يناسب عجزه وضعفه مثلا الله تعالى هو السميع يسمع كل شيء المخلوق سمعه قاصر يسمع ما في حدود هذه الغرفة مثلا لكن الله تعالى لا تخفى عليه خافية فهذا توحيد الأسماء والصفات ثم وهذا أيضا المشركون يعرفون أن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق الرحمن السميع الملك لكن المقصود الأعظم هو النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد العبادة أن نفرد العبادة لله تعالى مدام أننا نقر بأن الله هو الخالق الرازق الرحمن الرحيم الملك إذن عقلا ومنطقا هذا الإله هو المستحق للعبادة لماذا أعبد إله آخر؟ فهذا النوع الثالث توحيد العبادة وتوحيد الألوهية التأله والتعبد يكون لله وحده جل وعلا